نجح ناشي رئيس نادي شبيبة الخبائل وبقية رفاقه في بعثة الفريق من أحداث شغب وهجوم كاسح تعرض له نادي الزمالك على يد رابطة مشجعيه المعروفة بالويت نايت والتي تخوض معركة كر وفر مع مجلس الإدارة الحالي للنادي الزمالك وصلت عدة محاولات اغتحام ومحاولة اغتيال لمرتظى ثم ملحقات أمنية وقضائية لأعضاء الرابطة الأحداث بدأت من عقد الزمالك لمؤتمر ترحيب ببعثة الشبيبة وبالفعل توفد على مقر نادي الأبيض حناشي ولعبوها شبيبة ولكن فجأة يسمع دوي إطلاق نار ثم محاولات اغتحام من خلال إلقاء الشمريخ ليرد عليه أمن النادي المسلح بإطلاق النار هو الآخر وأعقب ذلك اغتحام مجموعات من الويت نايتس للنادي لتشتعل حالة من الفزع والكر والفر لمثيل لها داخل الزمالك مرتضى منصور حول تهديئة الحضور وبالذات البعثة الجزائرية التي لم تتوقع اشتعال الأحداث المرعبة من الجهة الأخرى وجه مرتضى منصور عبارات الشكر والاحترام للشعب الجزائري والامحند شريف حناشي مؤكدا على قوة علاقة بين البلدين وقال منصور أن ما أفسدته مباراة مصر والجزائر بأوم درمان تصليحه مباراة الزمالك وشبيبة القبائل الويدية وأكد مساندة الزمالك للشبيبة في معركته مع الاتحاد الافريقي لرفع الوقوبات التي وقعت عليه بسبب مقتل إبوسي